موسيقى انطلق صباحية جديدة تليق بكم مشاهدينا وكل من يتابع شاشة تلفزيون الكويت صباح الخير صباح الأمل صباح الحب وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجنا اليومي صباح الخير يا كويت بعدما صبحت عليكم صباح على زميلي عبد الرحمن صباح الخير عبد الرحمن يا صباح النور افتخار وصباح الخير أيضا عليكم مشاهدينا الكرام وحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامج صباح الخير يا كويت مواضعنا اليوم مختلفة وأكيد كل المواضيع إن شاء الله فيها معلومات جميلة تهمكم وتفيدكم وأكيد تعطيكم إضافة مهمة لثقافتكم من خلال ضيوفنا اللي يطرحون هذه المعلومات من دراستهم وخبرتهم وتجاربهم ونستمتع معاهم إن شاء الله في الحوار في الساعات القادمة لكن عندنا إسالفة صغيرة اليوم في بداية هذا الصباح راح نتكلم عن التغذية وأهمية التنوع الغذائي للجسم اليوم نشوف كثير منه أو التغذية بالوقت الحالي اختلفت عن السابق في السابق بسبب نقول حالة الفقر أو أن الحالة كانت بسيطة فكان الأكل معروف وغير متنوع اليوم مع الانفتاح ومع لله الحمد نقول تطور الوضع المادي في دولة الكويت نشوف الأشخاص بدأ عندها تنوع في الغذاء وما عندنا نعتمد على المطبخ الكويتي فقط وإنما انفتحت نقول كثير مطبخ اليوم الإيطالي والياباني اليوم الأكل صار متنوع ولكن شنو ناكل وشلون تاكل عشان نحافظ على صحة الجسم والتنوع في التغذية أنا ما يذني بالأكل إلا اختلاف الأسماء والمسميات تخلي مطعم ولا تطلبين طلب أونلاين تشوفين الاسم فتعرفين شنو مكونات الطبق صعب تعرفين مكوناته خصوصا إذا كانه معروف أو مثلا اسمه يعني مختلف عن دولة عن دولة ثانية فحلو اليوم نتعرف على هذه الأطباق ومكوناتها وشنو تحتوي وعدد السعرات الحرارية وشو ممكن يفيدنا هذا الشي علشان نأخذ أحسن قيمة من هذا الطبق لازم يكون عندنا فحوصات دورية سواء نعرف المعادن ناقصة بجسادنا الفيتامينات نعرف نسبة الدهون والأشياء هذه المعلومات البسيطة اللي توعينا حاجتنا للغذاء ولازم نركز شوي على البروتين ولا ركز شوي على الكهروهيدرات اللي وزنه زايد شوي يهد السكريات وغيرها من أمور فهني أعتقد أنه سيكتمل التوازن فعلا وكل واحد فينا يعرف حاجة جسمة أو متطلبات جسمة يعني هناك بعض الأشخاص يعانون من الأمراض ففي هالحال يبتعدون مثل ما قال عبد الرحمن عن السكريات ندري أن السكر يرفع يعني حلويات يرفع السكر وأيضا اللي عنده ضغط أو ضغط مرتفع نشوفه في الأملاح إنه يبتعد عن الأغذية اللي فيها نسبة عالية من الأملاح ما يحتاج من التغذية اليوم حتى في التطور اللي قاعد نعيش وكثرة المنصات اللي يدخل الواحد كيف يمشي على نظام غذائي صحي ولكن هذا النظام الغذائي متكامل في جميع أنواع الفيتامينات والأغذية اللازمة يعني اللي يصدمي دائما إذا رح مال من يشوف طفل صغير يقول لك أنا بسوي دايت أو أنا ما بأكل اليوم المرحلة العمرية جدا مهمة اليوم الطفل حتى عمر المراهقة يحتاج يكون أكل متنوع ما وقف حليب ما وقف خبز مثل ما نشوف الحليب في فترة الأخيرة يقول لك لا نبتعد عن الحليب حدنا لسنتين بعض أخصائيين تغذية والبعض الآخر يختلف مع هذا الرأي يقول لك لا الحليب ضروري ويشد يعني العظم أو إننا نحافظ على العظام من الهشاشة اليوم حتى مدارس التغذية أنا شفاعد رحمة مختلفة من شخص لآخر البعض معه بعض التنوع الغذائي المتكامل وبعض ضد يقول لك لا فيه أشياء لازم نبتعد عنها كل ما تقدم بالعمر نحن لم ندمرنا غير الإعلانات التي تشهي الواحد أن يطلب حتى لو كانت نسمي من الأكل الغير صحي أو المليء بالدهون أو فيه دهون مهدرجة وغيرها من أمور ممكن الضرأة يتسامنا لكن نمشي بالشارع ونشوف هذه الإعلانات تشوفين هذه صمونا الكبور والخسي الماء والطماط ماشون صاير فالواحد يسير فيها خلا أطلب خلا أكل خلا أروح وينسى اللي تعلمه من ثقافة غذائية وأن الواحد ما لازم يسرف في تناول الوجبات السريعة وغيرها من أمور ممكن ندمر حياته وخص بالكلام هذا الأطفال اليوم الأطفال اللي أحيانا يطيحون بهذا الفخ لما يدخل المطعم ولا يحصل عرض ولا يقول لك اشتر هذه الوجبة من ثربها حدية وغيرها من أمور وإغراءات اليوم يطيح فيها أطفالنا ويأدي هذا إلى السمنة المبكر للأطفال ويترتب عليه أكيد جهد كبير عشان يقدر يحرك هذه السعرات ومثل ما أنتم عارفين أن السمنة هي سبب كل الأمراض تقريبا ونحن نبتلشي بالأجهزة الإلكترونية اليوم أيضا الأطفال قاد يعانون من التعرض لمثل هذه الإعلانات التي تجعلهم اليوم يأكلون كميات كبيرة أكثر من حاجتهم فهنا اليوم دور الوالدين في المحافظة على النظام الغذائي الذي يبنأهم وليحزننا بالفعل أن الكويت تعتبر من الدول المتصدرة إلى السمنة اليوم الغذاء الصحي خصوصا في البدايات إذا عودنا عياننا على غذاء ونظام صحي يعني ثلاث وجبات في اليوم افتقدنا حتى يمعت الغداء هي الغداء أكثر شيء ممكن لأن الصبح دوامات الأمهات وأيضا الأطفال والعشاء تشوفوا يكونوا مبتشر عشان ينامون لكن وجبة الغداء جدا مهمة لها آثار إيجابية تزيد من الروابط الأسرية وأيضا التنوع الغذائي الموجود والألفة البعض يقول لك الحين حتى وجبة الغداء هذه اختفت من بعض البيوت والسبب أن دوامات ممتدأ لوح متأخر اليهال يردون تعابة ينامون دائما نحن في مساحتنا الحوارية في صباح الخرية كويت ننشر التوعية ودائما نقول في حياتنا كلها لا إفراط ولا تفريط وكلما زاد الوعي قلت الخسائر وعرفنا يعني شون نتجنب المشاكل اللي قد انتعرض لها ودنا الإسلامي عبد الرحمن عطانا نظام غذائي صحي أنا لو نمشي عليه سبحان الله ما راح نعاني من السمنة ولا راح انتعرض الأمراض إلا اللهم إذا كانت هذه أشياء جينية فهذا شيء آخر نعم صحيح وفي الحديث الشريق قلنا نبي صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرم من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يوقبن صلبة فثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لنفسي فالاعتدال اليوم في الأكل والموازنة اليوم ما بين الوجبات ونشر هذه التوعية ما بين الناس هي سبب إن شاء الله في أن نحصل على صحة وعافية إن شاء الله وطوط العمر لكم جميعا نروح نتفاصل نشوف معكم وضيوفنا لهذا اليوم ونرجع معكم ترجمة نانسي قنقر